هو مضاد للأكسدة أي شيء مضاد للأكسدة نحن نرى فكرة مضادات الأكسدة أنه جسمي عنده الجذور الحرة اللي هو الجذور الحرة اللي تنتج باستمرار بحكم وجود الالتهابات المستمرة بالجسد فهذه الجذور الحرة إذا ما كان في شيء ترتبط به فبتظل هي حرة بالتالي هي تهاجم الخلايا تتسبب بإطلافها وموجودة اليوم معنا لميس الخواجئ خصائية التغذية لحتى نتحدث عن فوائد فيتامين سي بتعزيز إنتاج الكولوجين وتقوية جدران الأوعية الدموية صباح الخير صباحك خير أهلاً وسهلاً لميس سعيدين جداً بوجودك اليوم معنا وبنعرف أنه موضوع فيتامين سي قد مهم وضروري أن نركز عليه يمكن دائماً إحنا نربطه بنزلات البرد وأنه بنا نحافظ على صحتنا إذا ما نحكي صحتنا جسدياً وبننثمرات أنه فيه له كثير فوائد أيضاً على الشيخوخة على البشرة على النضارة وأيضاً فيه له أمور أخرى فوائد أخرى بتحكي لنا عن فيتامين سي وأهم الفوائد لهذا الفيتامين مئة بالمئة بالبداية فيتامين سي هو من الفيتامينات الذائبة في الماء من اسمه فيتامين سي هو اسمه أسكوربك أسد من اسمه اكتسب هذا الاسم أصلاً بسبب خصائصه المضادة للأكسدة فهو مضاد أكسدة أساسي فهذا أول شيء بيساهم بأنه يقلل أي معامل الإنفلميشن بالجسم بيساهم مقابل جذور الحرية اللي بالأصل الجسم بيكون أنتجها الضرر اللي هي بتسببه اتجاه الخلايا ما ننسى دوره الأساسي في إنتاج الكوليجن وهذا اللي بيكسبه أهمية كبيرة سواء عنا كصبايا نحنا تحديداً في المجال الجمالي أي شيء بيعزز من إنتاج الكوليجن معناها هو مسؤول عن صحة البشرة عن صحة الشعر عن صحة الأمسجة اللي بيجسد فهو مشان هيك أساسي من ضمن ذلك الأوعية الدموية وقوة الأوعية الدموية بجسمنا فهو أساسي جداً ومرتبط بشكل مباشر مش غير مباشر يعني فيتامين سي هو مسؤول عن إضافة الهايدروكسل للأحماض الأمينية البيورين والليستين بالتالي هو أساسي في إنتاج الكوليجن نعم فإحنا ضروري ندخله بنظامنا الغذائي ونأخذه على شكل مكامل سنحكي عن هذا الموضوع كمان شوي سواء كنا مريضين مرشحين عندنا إنفلوانزا أو بالحالة الطبيعية لازم نشيك على إننا نأخذه طب إذا نحكي عن فيتامين سي كيف يساهم بالعمليات البيوكيميائية المختلفة؟ الآن دوره أساسي جداً لأنه زي ما قلنا هو مضاد للأكسدة أي شيء مضاد للأكسدة نحنا شو فكرة مضادات الأكسدة إنه جسمي عنده الباي برودكت اللي هو جذور الحرة اللي تنتج باستمرار بحكم وجود الالتهابات المستمرة بالجسد فهي جذور الحرة إذا ما كان في شيء ترتبط به فبتظل هي حرة بالتالي هي تهاجم الخلايا تتسبب بإطلافها فهون بتيجي أهمية فيتامين سي زي وزي أي مضاد أكسدة آخر في مجابهة ذلك ما ننسى كمان العمليات البيوكيميائية الأساسية حكينا عن إنتاج الكولوجين وهذا اللي بدوره بيأثر مو بس على صحة الجسم مو بس على صحة البشرة والعوامل الخارجية نحنا أوعيتنا الدموية تحتوي على كولوجين فمن غير إنتاج كافي للكولوجين هذه الأوعية الدموية تتضرر دوره الأساسي في الاستشفاء من الجروح يعني هو بشكل فعلا هو فيتامين أساسي اللي يدوره الأساسي بالجسد نعم هل في مثلا علامات ممكن تظهر علينا يبين أنه بدون ما نعمل الفحص أنه في عنا نقص بفيتامين سي أو إحنا بحاجة لأننا ناخد فيتامين سي تمام بداية فيتامين سي هو صح فيتامين أساسي يعني شو معنى فيتامين يعني نحن معتمدين على أخذه بشكل يومي يعني لا يتم تخزينه بالجسد فبالتالي نحن جسمنا يوميا بيحتاج إدخال له نقصه له أعراضه بدنا نقول مش بسهولة نقص أنه يصير أصلا بداية يعني هو فيتامين متواجد في أغلب أصناف الأكل نحن بناخدها بيومنا من الأصناف الموجودة ببيتنا بسهول موجود بخضار وفواكه مش موجود بالخضار والفاكه فاليوم اللي إحنا ما أكلنا فيه لا خضار ولا فواكه معناته إحنا ما أخذنا فيتامين سي ما غطينا إحتياجنا بهذا اليوم بس الجسم قادر على أنه لغاية على الأقل ثلاث أشهر يظل هو ما إله تخزينه لكن إله ساتشريشن بالخلايا إله معامل يعني أعلى بالخلايا والخلايا بظل محتفظة فيه فبتقدر أنه تعود لمدار ثلاث أشهر وعلى فكرة هذا اللي بفسر ليش في بعض المناطق بفصل الشتاء يعني بيكون ما عندهم فاكهة طازجة وهذا بيستمر لشهر شهرين ثلاثة ماكسمم بمشو حالهم أو جسمهم قادر على أنه يظل وضعه طبيعي هلأ إذا صار في نقص لفترة أطول من هيك وكان هذا نقص مستمر ومزمن شخص أبدا ما بيتناول خضار أبدا ما بيتناول فاكهة مصادر فيتامين سي اليومية عنده شبه معدومة فأكيد النقص تظهر أعراضه سواء من تعب عام تتأثر نحن قلنا الكولوجين لا يتم إنتاجه فبالتالي أكيد تتأثر خلايا الجلد منحس على فكرة خارجيا على حالنا بالتعب والإرهاق منحس بأعدم وجود نظارة خلينا نقول بشكل أساسي ممكن التئام الجروحي يصير يتأخر أكتر وهذه من أكتر الأعراض الظاهرة لنقص فيتامين سي أنه زي ما قلنا هو دوره أساسي في ترميم الأنسجة بحكم دوره الأساسي بإنتاج الكولوجين ومنه كمان ممكن نلاقي يعني اللثة بتتأثر سير ينزل منها دم وهذا برضه تابع لأنه اللثة فيها أنسجة الكولوجين فنفس النقطة نحن عم ندور تمام منرف بأنه في فيتامينز أكيد ضرورية لجسمنا ولكن من نفس الوقت إذا أخذناها زيادة في سمية بيكون لهذا النوع من الفيتامينز أو حتى المعادن على اختلافها فاليوم هل شو هي خلينا نحكي الجرعة الموصف فيها بأنه ناخد فيتامين سي إذا أخذناها كمكمل غذائي وإذا ناخدها على شكل حصص غذائية قدي إحنا لازم ناخد حصص غذائية حتى نحصل عليك ما يكفينا من فيتامين سي تمام حتى نوضح بالأول الاحتياج اليومي لفيتامين سي شو إطاره نحن منقول تقريبا 75 ميلي جرام للذكور تقريبا 95 ميلي جرام للإناث احتياجهم شوي أعلى وللمدخنين هذا يزداد وهي نقطة مهمة لأنه إذا كان الشخص مدخن فهو بيحتاج فيتامين سي بشكل يومي أكثر هلأ الفكرة أنه من السهل أنه نحن نغطي هذا الاحتياج اللي هو الحد الأدنى للاحتياج اليومي عن طريق الفاكهة موجود بأغلب أصناف الفاكهة والخضر سواء نحن بنحكي فراولة منحكي تماطم كيوي ليمون برتقال يعني أغلب هذه الأشياء كلها أو أغلب الفاكهة والخضر فيها ولو النسب قليلة فعم مدار اليوم من غطسي فالحد الأعلى من الصعب تجاوزه إلا عن طريق المكملات الحد الأعلى اللي هو تقريبا 2000 ميلي جرام في اليوم هذا ممكن عن طريق المكملات وتحديدا الفيتامين الفوار لأنه عادة بيكون فيه 1000 ميلي جرام ممكن ناخد حبتين فوار من غير ما ننتبه الحبة الواحدة فيها ألف ملي جرام فنكون تجاوزنا الحد أو الاحتياج اليومي المطلوب منه الأعراض هنا نحن زي ما قلنا لأن الجسم هو فيتامين يعني ذائب في الماء فجسم بيتخلص من الإضافة منه فلما أنا عم باخد شيء إضافي لهالأد فجسمي رح يبدو المجهود إضافي بالتخلص منه فممكن نلاقي تلبكات معوية ممكن نلاقي تعب عام برضو مرافق فمو شائع ولكن وارد وبنبه أنا بس للأشخاص اللي بياخدوا على شكل مكملات يعني بدون ضرورة أو بشكل عشوائي نعم طب إذا إحنا عم نشعر بأنه في عنا نقص بالفيتامين سي بمجرد ما أخدنا جرعة هاي بيكون كافي خلاص يعني مجرد ما أكلنا خلينا نحكي يعني أغذية بتحتوي على الفيتامين سي خلاص بنعود هذا النقص نظبط نعتي حالنا مجال أكم من يوم مع الاستمرار طبعا بشكل يومي بيصير تعويض لإلو هنا نحن بنحكي على نقص منطقي مش نقص حاد نقص حاد في فوق الثلاثة أشهر ودون استدراك وقد يكون قاتل لهاية درجة بس هنا نحن بنحكي عن أشخاص أبدا ما بتم إدخال فيتامين سي لإلهم ما بياخدوا أي شيء فراش أو أي شيء طبيعي ممكن هاي منشوفها أكثر في الحروب في الأشخاص اللي بيسافروا عبر البحر بايدوي منتشرة أكيد طبعا لأنه مرات السفرات عبر البحر بتستغرق وقت طويل بيعتمدوا فيها على المعلبات ما بيكون فاكهة طازجة أو خضار طازجة فهو مميت بس يعني هذا أبداً مش بالوضع الطبيعي وأبداً غير شائع على نحو كبير نعم إذن شكراً لوجودك معنا لميس ولكن إذا بتحب تعطي نصيحة أخيرة حول هذا الموضوع يمكن النصيحة الأساسية لفايتامن سي أنه يؤخذ بشكل عشوائي على شكل مكمل خاصة للأطفال حتى احتياج الأطفال هو أقل من احتياجنا نحن ككبار نكون وعياً لما نعطيه على شكل مكمل نكون وعياً لما نأخذه على شكل فوار ونكون مدركين لأنه نقدر نغطي احتياجنا منه عن طريق الأكل بسهولة تامة فمش دائماً ضروري أنه نلجأ للمكملات يعني بخصوصة أو في ما يخص أخذه نعم إذن شكراً لوجودك معنا لميس خواج وحضرتك أخصائي التغذية أهلاً وسهلاً بكي أهلاً وسهلاً بكي